ويا صباح الفلة والجمال على اجدع واحلى ناس في كوكة بالارض كله ازايكم يا شباب عاملين ايه رب تكونوا بخير معكم خالد عبدالله في حلقة جديدة وحلقة رائعة كالعادة وحلقة النهاردة يا سادة من سلسلة العاب عارف اني بقلي فترة كبيرة جدا مش بنزل اي حاجة في السلسلة دي ولكن رجعنا تاني بكل كوة والنهاردة ان شاء الله هنتعرف على افضل خمس العاب عالم مفتوح للاندرويد بس قبل ابدأ الحلقة يا ريت ما تنسانيش باللايك الجامد سبسكرايب للاجمد الكومنت الحلو صلى على سيدنا محمد لانه هيكون شافية وشافعك يوم اليام ان شاء الله ونبدأ باول لعبة معنا وهي جي تي اي سان اندريس للاندرويد والايو اس اللعبة دي هي النسخة محسنة من لعبة جي تي اي سان اندريس الكليسيكية اللي نزل سنة الفين واربعة على اجست الكمبيوتر واحداث اللعبة بتدور في ولاية سان اندريس الخيالية وبتدعب بشخصية كارل جونسون وهو رجل عصابات سابق بيحاول الانتقام لمقتل والدته من مميزات اللعبة الجرافيك والعامل المفتوحي الكبير والمتنوع والقصة الكبيرة ودعم اللعبة للالاونلاين واللعبة من انتاج نتفليكس وريكستار ونزلت اللعبة سنة عشرين تلاتة وعشرين يوم تسعتاشر نوفمبر متطلبات تشغيل اللعبة ان يكون اندرويد بتاعك فوق اندرويد سبعة والرماية تكون تلاتة رام وامسح التخزين تلاتة جيجا ولازم يكون طبعا عندك حساب في نتفليكس ندخل على طول على اللعبة التانية بس لو انت مستمتع معايا اضغط لايك حلو كده واللعبة التانية اللي معانا النهاردة هي لعبة بلوك مان جو هي لعبة ساند بوكس ممتعة بتخليك تنشئ العالم الخاص بيك وتلعب مع صحابك ومن مميزات اللعبة ان جواها مجموعة متنوعة من الالعاب الصغيرة المصممة خصيصة لجميع الاعمار زي العاب القتال والالغاز والالعاب سباق السيارات وكمان اللعبة بتنظم احداث خاصة على مدار العام وبتدي جوائز حصرية وجوائز مالية للعبين وتطلبات تشغيل اللعبة ان نظام التشغيل بتاعك يكون اندرويد 4 بوينت 4 او اعلى طبعا والرام يكون 1 جيجا وامسح التخزين تكون 1 جيجا بايت ندخل على طول على اللعبة رقم 3 وهي مد اوت تو بيك سيتي اونلاين وهي لعبة سباق ممتعة ومن اسمها تعرف انها لعبة متعددة اللعبين عبر شبكة الانترنت تم اصدار اللعبة يوم 10 يناير عام 2020 ومن مميزات اللعبة عالم مفتوح ومتنوع وبتدور احداث اللعبة في مدينة كبيرة ومفتوحة وبتضم مجموعة متنوعة من الاحياء والطرق السريعة وفيها مجموعة كبيرة جدا من السيارات والجرافيك طبعا تحفة متطلبات تشغيل اللعبة ان يكون الاندرويد اندرويد 4 واحدث والرام يكون 1 جيجا وامسحة التخزين تكون 1 جيجا بايت ونيجي للعبة رقم 4 اللي معانا النهاردة وهي لعبة اكشن ممتعة تم تطورها بوسطة فريق اسمه نيكسس وتم اصدار اللعبة في عام 2017 تحديدا يوم 1 يناير ومن مميزات اللعبة العالم المفتوح والمتنوع وبتدور احداث اللعبة في مدينة كبيرة ومفتوحة وعندك مجموعة كبيرة من الاسلحة ومجموعة برضو كبيرة من السيارات والمركبات وقصة مصيرة طبعا والجرافيك بتاعها تحفة وعالي الجودة متطلبات تشغيل اللعبة ان الاندرويد بتاعك يكون 4 او اعلى والرماد تكون 1 جيجا بايت ومساحة التخزين تكون برضو 1 جيجا بايت ونيجي لاخر اللعبة معانا النهاردة وهي فيجاس كرايم سيموليتور وهي لعبة اكشن ممتعة بتلعب بشخصية مجرم وبتسيطر على المدينة لاس فيجاس واللعبة فيها مجموعة متنوعة من المهام من مميزات اللعبة الجرافيك العالي الجودة وبردو عالم كبير ومفتوح ومن متطلبات التشغيل ان الاندرويد بتاعك يكون 4 او اعلى والرماد تكون 1 جيجا ومساحة التخزين برضو تكون 1 جيجا بايت والحد هنا نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة السريع ده وتعرفنا على افضل اربع العاب في عام 20-24 او خمس العاب عفوا في عام 20-24 عالم مفتوح للاندرويد اتمنى تكون السلسلة دي عجبتكم وللي عجبتكم اردتوا لليه في الكومنتات اشوفكم في فيديو جديد صباحكم زي الفل وعسل كان معكم خالد عبدالله اشتركوا في القناة